تسامناً مع اقتراب شهر رمضان معظم تحول مسجد الأمير عبدالقادر بقسنطينة إلى محج لحفظة كتاب الله من مختلف العمار والجنسيات من بينهم الشابة الفرنسية سيلين دي باربا البالغة من العمر 34 سنة التي تقصد مع صباح كل يوم المسجد لحفظ القرآن الكريم السلام عليكم اسمي سيلين أنا مسلمة فرنسية أنا مسلمة منذ 16 سنة دخلت في الإسلام في فرنسا وكنت 18 من عمري بدأت حفظ القرآن في فرنسا برواية حفظ عندما أسلمت بدأت من الإسلامي بدأت حفظ القرآن سجلت هنا في المدرسة القرآنية في مسجد الأمير عبدالقادر منذ ثلاث سنوات وآتي إلى المدرسة مرتين في الأسبوع للتسميع بولكروكرا حورية هي أيضا طالبة جامعية حذر من ولاية شلف وجدت في ساحة مسجد الأمير عبدالقادر فضاء مساعدا بين أحضان طبيعته الخلابة لحفظ كتاب الله على هامش دراستها الجامعية بدأت بحفظ القرآن في جامعة الأمير عبدالقادر في غضون ثلاث سنوات حافظنا الربع ربع ياسين ثم في السنة الثانية سجلت في مدرسة الأمير عبدالقادر نجول خلفية هنا تعمل مسجد الأمير عبدالقادر بحكم أنها خلفية فيها مناظر طبيعية وهادئة وتفتح النفس أن نحفظه قبل ما نشده على بعضنا هنا مع زاميلاتي نحفظه ونروح ونعرض على الأستاذة إرادة هاتان الطالبتان في حفظ كتاب الله رغم اختلاف جنسيتهما جعلت منهن قدوة لباقي الطالبات الوافدات هذه الأيام على مسجد الأمير عبدالقادر ترجمة نانسي قنقر